المعلومة دي سمعوها قارتها من زمان قوي ويمكن قبل ما أقراها وقبل ما أعرف أنها معلومة علمية ونفسية وحقيقة علمية أنا كنت كده يعني في دماغي كده أنا مقسمة الأنواع يعني أنا كنت قبل ما أعرف أنه علم كان دماغي شغالة في الحاجة دي فيه أنماط للرجال أو بيقولك فيه أنواع للرجال إيه أنواع الرجال؟ بيقولك الأنواع دي ما بيطلعش منها يعني هي الأنواع دي طبعا أنواع كلها حلوة وجميلة خير وبرك بصري رجل بصري ورجل سمعي ورجل حسي الرجال أنواع رجل بصري رجل سمعي رجل حسي إنما الستات ممط واحد لو قلتوا هتزعلوا ما مناش دعوا بيهم خلينا في الرجال السمعي الرجل السمعي ده سامع ودان ده بتأثريه بالكلمة الحلوة يقولك والصوت الواطي والودودة اللطيفة مش الزن انتبه هنا مناطة الزن بيتأثر بودنه فلو زنيت ياخد عنك فكرة غلط سمعيه أغنية تقولي له كلام حل توطي صوتك تلمي قرودك في البيت بلاش دوشة تقفلي باب المطبخ عليك وانتي بتشتشي البطاطس المحمرة تستخدميه مثلاً صلصة جهزة بدلاً ما تضربية طماطف في الخلاط عشان له بيضايقه لو هتستخدميه سشوار مثلاً تستخدميه هو في الشغل مش أول لما يرجع من البيت ما تشغليش الغسالة وهو نايم أو يوم الأجهزة أو يوم الجمعة الصبح يوم الجمعة الصبح ما تقوميش تشغلي المكنسة لا لا ده السمعي دي بعض الحاجات اللي ما تعملاش من السمعي نايم الحلقة كاملة هنشوف إيه اللي يتعمل وإيه اللي ما يتعملش بس ده كده بديكي حاجات سريعة طب الرجل البصري بصري يعني بصر نظر عينين بقى ده بقى ما تزحيش الصبح وشعرك الشمس المشرقة لأ تزحي الصبح وشعرك الشمس المشرقة لا يا مدام ده بتلمي شعرك التاج بتوكي على ورا عشان هو بصري بيبص مش سامع انت بتقولي إيه بس باصص على الشمس وهي مشرقة فوق الشعر وكل ده عنديها شمس مشرقة يعني عادي وتلبسي البيجاما على بعض يا مدام البيجاما تتلبس على بعض هو يحب يشوف حاجة كده وتلبسي دايما حلو ومهندم ما بقولش غالي ها عشان ما حاتش يقولي الحلو مش ضرور يكون غالي المهندم على قد الإيد وتغياري جلبية أو لبس الطبخ قبل ما يوصل يدائمش هيقول خلي بالك بس هو عينه شافت شافت في الترجمة بيتك متروع شكلك حلو ومهندم النوع ده من الرجالة النوع البصري ما تحاوليش تغييرك دي كرات البيت من نفسك لا هو يحب يشوف كل حاجة زي ما هي وزي ما هو متعود عليها الكنبة في مكانها الصفرة في مكانها وأهم حاجة ريموتات تكون في مكانها والله يسوى مشاكل كتير عشان التفاصيل الصغيرة دي بتزعجه هو كده هو ربنا خلقه كده يحب يشوف الحاجة في مكان فالحاجات دي اللي يقولك شالتي ده من مكانه ليه حطتي ده ليه هو كده الرجل الحسي النوع الثالث أو النمط الثالث برضو هديكي حتة صغيرة حاسس حساس وده ألطف نوع الثلاث أنواع ألطف وأحسن وأجمل وأشيك وأرقى حاجة في الدنيا بس يعني ده بيكون أرق نوع هيقولك دايما في كلامه أنا حاسس كده أن أنا قلبي مقبوض منك منك طبعا ومن عمالك أنا حاسس أنه فيه دايما هتلي يقولك أنا حاسس أنا قلبي مش متطمن أنا قلبي مش متوعني الكلام ده كله تعرفي أنه هو بالإحساس ده مش بيستمع ولا بالبصر ده حاس أنت بقى عرفة هتحسسيه بقيته للوقت ده مشاعر بقى مشاعر ده أنا حاسس قلنيت أنا حاسس أنا عارف أنا فارس ومش شايف بتدت أستاذ جورج وصوف ما نشدعوى بيها هو شايف بس حاسس أكتر